تقول في سؤالها الآخر هل يصح قراءة أذكار الصلاة بعد السنة وهل يجوز قراءة الأذكار لي وأنا أعمل في المنزل علما أنني لا أستطيع أن أقولها بعد الصلاة مباشرة وأنا على سجادة الصلاة لأن لدي أطفالا ولا يوجد عندي خادمة فأقول الأذكار بعد السنة وأنا أعمل في المنزل السنة ليس لها أذكار إنما الأذكار بعد الفريضة فإذا أدت الفريضة ثم قامت من مكانها لعمل نستدعى قيامها فإنها تأتي بالأذكار في أي مكان تأتي بالأذكار في أي مكان وأما السنة فليس بعدها أذكار مشروعة مخصصة وإن أتت بأذكار الفريضة بعد السنة فلا بأس ولكن الأفضل والأولى أنها تأتي بالأذكار بعد الفريضة أولا ثم تقوم وتصلي السنة يبدو أنها تريد أثر حضور القلب على الذاكر حين ذكره يحاول الإنسان حضور القلب ويتجنب المشوشات ولعل الله سبحانه أي عينه نعم